الام الصداع. احنا دلوقتي قلنا الوهن العام يبقى فيه سوق هضم ومتصاص ودربكة في النوم وسركات ديالريزم وساعة البيولوجيا بوزة. اعدل نفسك عشان تتعد. ايبعد عن المروحة. دلوقتي بقى الصداع. معنى ان فيه صداع مزمن يعني فيه عندي سبب مزمن للصداع. جيوب انفية. جيوب الانفية بتعمل صداع. ضعف نظر بيعمل صداع. عملت بحلق وانت شايف. عندي سناني بتوجعني عامل اصداع. عندي الضغط عادي الضغط واطي. عامل صداع. مش كل مرة. هيبقى الضغط عالي. يعني ممكن ضغط واطي عامل صداع. واحد ضغط 60 على 60. لان فيه واحد بياخد دوة ضغط اول ما جيله صداع ياخد دوة ضغط. هو ضغط واطي. ياخد دوة ضغط العالي. وهو اصلا ضغط واطي فينام خالص. يا زي واحدة كده بتقوم ينوم تنام تاني. بتاخد دوة ضغط. فهددها. عمل لها مدان ودوخة. علاجها انها تبطل دوة ضغط بس. عندها مدان ودوخة. واصداع باستمرار. نقول اسباب الصداع ت واحد. من فوق. ممكن يكون عند ضعف نظر. اتنين. عنده مشكلة في الجيوب الانفي. او بيررق نظر كتير. ممكن واحد بيبص في المحمول كتير. هيجيله صداع مزمن. وانا قلت ان اللي بيبص في المحمول كتير او في تلفزيون كتير او كمبيوتر. دوة. هيبدأ بي زغلالة في العين وضعف نظر. صداع. ها? اللي بيبص في المحمول كتير. ممكن يجيله صرع بقر صراعية. ممكن في الاخر يجيله زهايمر وتشتت خالص وعمى. انا جاء للعيادة والله العظيم شباب اصيبو بالعمى مش اعايز اقول في ت PREA كليه شباب جاء للعيادة والله العظيم في تère كليه اصيب بالعمى من كتر القعدة من المحمول الكومبيوتر وشباب جاء العيادة اصيب بالصرع بقى عنده بؤر صراعية بين سبب كترة القعدة على المحمول الكومبيوتر. مهم الكلام ده يا جماعة ولا مش مهم? مهم والله العظيم. فانت من كتر من تقعد مسك المحمول للنهار يام ما يجيي لك عمى يا ام ما يجي لك صرع يام ما يجي لك زهايمر في الاخر والعصاب كلها تضرب في بعض فمن فضلك ارحم نفسك من فضلك ارحم نفسك انت ليك ساعة ساعتين في اليوم انما ليل نهار ماسك المحمول انت هتتجنن والاخر هتقضي عمرك في المستشفى وبعد كده لما تفقد النظر ها اقابلني بقى هتبص على المحمول فيه يا ربنا ادني نعمة بلاش تضيع النعمة دي اخي فالصداع ممكن يكون بسبب ضعف نظر ممكن يكون الصداع بسبب طول النظر في المحمول ممكن الصداع يكون بسبب جيبال انفاية المزمنة لو مش عارف تعالجها الصداع ممكن يكون بسبب الضغط علي او واطي لو سمحت ايسي الضغط وسجل اليه كل يوم ممكن الصداع يكون بسبب السكر علي او وطي بيعمل صداع في صداع جوع مثلا في صداع بيسموه صداع الخوف يعني صداع خوف يعني في وقت اول ما بيفتكر موضوع معاين بيصدع زي واحدة كده مثلا مثلا يعني جزها بيضربها اول ما بتفتكر معادل وجوعه بتصدع خلاص والعكس في واحد يعني زوجته بتضربه باستمرار فأول ما بيفتك ان هو راجع البيت بيصدع فانا انا عايز اقوله انه ايه سبب الصداع سبب الصداع يعني ضغط عالي ضغط واضي السكر عالي السكر الانيميا بتعمل الصداع يعني الانيميا ناص الدم واحد ما فيش دم طالع للدماج اصلا ما عندهش دم يعني فيه عندنا مشكلة كبيرة في مرضى الكولا ان بيبقى عنده انيميا يعني ناص سكرات الدم وناص يموغلوبين وعنده ضغط عالي انا بقول كلمة مهمة جدا شكرا للضغط المرتفع في مريض الانيميا شوف الكلام الكبير ده فهو ضغطه 160 عالمية ايه يعني هو ما عندهش دم اصلا فربنا رفع له الضغط شوية عشان يعوض الناص لكن هو ما عندهش دم وتنزله الضغط يبقى لا عنده ضغط ولا عنده دم ده يمشي ازاي دم يمشي ازاي فمهم جدا جدا انك تبقى عارف ان اسباب الصداع كثيرة جدا حتى الامساك الامساك بيعمل صداع قاتل علاج الصداع بعلاج السبب عندي انيميا بعلج الانيميا عندي جيبقان فيها عندي ضعف نظر او عندي بتاع العيون افسر ده الضغر عندي ضغط مرتفع منخفض كل يوم اقيس الضغط واسجل القراءة فيش حاجة اسمها دواء ضغط مدى الحياة اوعى تاخد دواء ضغط من غير اوعى انا بحذر الناس كلها ان شاء الله يكون بياخد دواء ضغط بقى الاربعين سنة اوعى تاخد دواء ضغط من غير اياس كل يوم تكتب كده اليوم التاريخ ياس اوعى تاخد دواء ضغط من غير قياس في حاجة اسمها اختلاف رؤية العين يعني ايه اختلاف رؤية العين يعني انا عندي عين يمين وعين شمال من المستحب ان ما يكونش الديفرنس بدالهم كبير يعني يعني انا ممكن ادي لك حاجة لعينك اليمين تجيب نظر ستة على تسعة وعينك الشمال تجيب نظر ستة على ستاشر لان مش هخلي واحدة ستة على ستة والتانية ضائعة لان اختلاف النظر الكبير يبوز العين يبوز يعمل الضع والمخ عادة بياخد النظر من الاقوى بس يعني الاقوى بس يعني لو عين الشمال قوية المخ بياخد من عين الشمال ويهمل اليمين لو عين اليمين هي القوية بياخد من اليوم ويهمل الشمال فيمت دي؟ زي مناخيري لو واحدة مزدودة والتانية لا خلاص الشم بيتم عن طريق واحدة زي وداني لو ودني سليمة والتانية لا الجسم بياخد من السليمة فيمت حاجة؟ يبقى ما ينفعش يبقى وبعدين زي ما قلت لكم زمان اللي بيبوز الأعضاء بوز العين بوز السنان بوز المناخير بوز المفاصل في السكر يعني عالي قوي ووطي قوي يعني واحد سكره ربعمائة خمسمية وبعدين صايم بستين لا الدنيا تتبقى بعين تبوز سنان تبوز ما تخليش الديفرنس أو الفرق بتاع السكر أعلى من مية صايم ما يقلش عن مية أبدا وفاطر ما يزيتش عن متين واضحة التهاب الأزن بيعمل صداع رهيب وممكن يعمل مع الصداع دوار ودوخة وبعدين أنا دايما أقول التهاب الأزن مرتبط بالتهاب المناخير عنده جيوب أنفية مزمنة التهاب من جوة دخل على ستاكس طيوب بوز الود خلاص فيبقى إذا أنا دايما أنا قلت إن فيه عشرين تلاتين سبب للصداع من فضلك قل لي إيه اللي بيوجعك عينك ولا مناخيرك ولا ودنك ولا سنانك ولا هو الضغط ولا هي الأنيميا ولا الإمساك ولا عندك حاجة في المفصل ولا فيه مشكلة في الحوض فهمت ولا أنت عندك مشكلة نفسية ولا عنده مشكلة نفسية عنده صداع قبل ما حلله التحاليل قعد معاه الأول أخد هستري اللي عنده الصداع ده نتكلم معاه الأول إيه اللي بيوجعك الصداع ده بيجيلك إمتى بيزيد إمتى بيقل إمتى إيه اللي بيزوده إيه اللي بيقلله يعني أنا أقول ما أروح لك كده أقول لك عند صداع تقول لك عنده اصداع ورن في المخ. ده عايز ايجا اكتقي الفوميتينج وعنده مشكلة يعني مصيبة يعني. وعنيه بتبزل قدام يعني عشان اقول ان عنده ورن في المخ عامله اصداع. ده في الاخر. فيه ده كادرة بيجيب من الاخر عملي على المخ. من الاخر. فمهم جدا انا استبعد الاول الاسباب اللي ايه البسيطة. ما هي كان عنده اناميا. همو جلوبينه سبعة تمانية. محتاج نقل دم. انقل وكسين تلاتة دم بتعادل. بس شوف بقى ايه السبب اللي جوال. عنده نزيف. عنده ديدان. ما ممكن الصداع يكون كده. نزيف. ديدان. سوق هضم. ما بينامشي كويس. خايف في استمرار. شوف ايه سبب الصداع. فلازم الصداع تقعد مع الدكتور وتتكلم. ممكن بيشتغل شغله بالشمس وده ما نجيله صداع شمس باستمرار. وده والسكر. اوعى تاخد انسولين من غير القياس. انا متلكوا قبل كده. بقية السكر صايم كل يوم. اكتر من متين باخد وحدتين انسولين. تلتمية تلاتة وحدات. طويل المفعول مرة واحدة الصبح. لو خدت دواء السكر او الانسولين من غير ما تقيس. هتضيع نفسك. يعني زي واحد يقولك كده. كل ما باخد الانسولين اترعش وعرق. هو اصلا سكره تسعين. ياخد الانسولين يترعش وعرق في الارض بسكره تلاتين. حرام عليك. يقولك انا باخد الانسولين بقى لي تلاتين سنة. شاء الله كون بتاخد وقالك خمسين سنة. ارجوك ايس السكر صايم الصبح. لو السكر الصايم اقل من اوعى تقرب من الانسولين اقول لها تاني من فضلك بلغوا الرسالة دي للناس الناس بتموت الناس بتموت من الانسولين فيش حاجة اسمها انا باخد انسولين بقى لي 30 سنة من فضلك تقيس السكر صايم الصب صايم لو اقل المتين اوعى تقرب من الانسولين هو الصايم بس واحنا قلنا يعني اهم حاجة في السكر سكر الصايم وقلنا السكر اللي بعد الاكل زي الشتيمة في الخناة ما بيتحسبش ليه لان حضرتك على قد ما هتاكل على قد ما السكر ترفع لو الصلطة بتاعتك كتيرة والحلويات قليلة السكر مزبوط لانه مزبوط من الامتصاص من القناة الهضمية انما تعتمد بقى لان اكل حلويات وشوكولاتات ومصصات وبعدين خد الانسولين ما بطله دي خلاص بس بيدا كاترة لسه ما وصلت لهاش يعني احنا نزلنا منظام الصحة العالمية من نزلنا جدول اللي هو تفصيل جرعة الانسولين بالوحدة كل 40 ميلي جرام من السكر قدامه واحدة انسولين والله العظيم نزلنا من منظمة الصحة العالمية ازاي تفصل جرعة الانسولين للمرضى فيه ده كاترة لسه ما وصلت لهاش ده بقى يقولك معايا ايبادرة ومعايا انسولين طويل مفعول وقصير المفعول وطويل المفعول وتدي شرطتين وتدي اللي لسه عايش على الوهم بتاع زمان بطلنا ده خلاص لكن هو لسه ما وصلت لهاش ويفرض ده على الطلبة في الكلية هو تعلم كده طيب والله العظيم ونظام الصحة العالمية ازاي للكلام جديد لا هو مش معطرف بالجلام جديد ترجمة نانسي قنقر